بتقدير الامم المتحدة فان نحو سبعة ملايين يمني يعانون من الجوع لكن المشكلة الاخطر ان اليمن يواجه صعوبات في نقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية نتيجة عدم توفر مادة الوقود وبحسب تحليل بيانات اجرت هرويترز فان ميناء الحديدة لم يستقبل اي شحنات وقود منذ شهر بل ان ناقلات الوقود المحملة بالنفط عادت من الميناء دون ان تفرغ حمولاتها النفطية الامم المتحدة كانت قد طالبت السعودية الاسابيع الماضية بتخفيف الحصار على موانئ البحر الاحمر وقال متحدث باسم هيئة تفتيش السفن الدولية لرويترز ان التحالف اعاد ما يقارب اثنتي عشرة ناقلة وقود التقارير الدولية ومنها تقرير رويترز الاخير يتهم السعودية بالتسبب في اتساع المجاعة في اليمن بسبب منع دخول الوقود عبر ميناء الحديدة لكن السعودية كانت قد صرحت اكثر من مرة ان الحوثيين ينهبون المساعدات التي كانت تصل لمناطق سيطرتهم ويتربحون منها كانت السعودية قد فرضت اوائلا وفمر الماضي حصارا على جميع الموانئ اليمنية بعد ان اطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على الرياض لكنها اعلنت بعد ذلك عن فتح جزئي لمرور المساعدات الغذائية الا ان الامام المتحدة تتهم السعودية بمنع دخول الوقود لليمن يشكل الوقود مصدرا لضمان استمرار الحياة في اليمن حيث تعتمد عليه حركة نقل المواد الغذائية وشبكات المياه ومولدات المستشفيات وبدون حل عملي لمشكلة الوقود فان حياة ملائين اليمنيين بتأكيد منظمات دولية تحت تهديد شبح المجاعة